أما هلأ هايدي رح ننتقل لمحطتنا الأخيرة ويعني طبعا خلال فترة الكوارث أو فترة الحروب ينشأ كتير من المشاكل على المجتمعات بشكل عام إن كان مشاكل ناجمة عن مثل الكارثة اللي نحن عم نمر فيها زلزال مشاكل اجتماعية صحية اقتصادية نفسية وغيرها كتير من المشاكل وما يعرف أيضا بعلم التنمية البشري بإدارة الحالة أو إدارة الكوارث إدارة الأزمات سواء على المستوى الاجتماعي أو الإنساني وغيرها من التفاصيل كل هاي المواضيع بدنا نحكي فيها ونتفصل عنها دائما لحتى ناخد معلومات أكتر تساعدنا وتساعد أيضا الناس الموجودين بإدارة مثل هاي الأزمات والكوارث نحن نحكي أكتر عن هالموضوع مع ضيفتنا طبعا اليوم الاختصاصية الاجتماعية والنفسية هنا الأزهري أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أستاذ بالبداية خلينا نعرف مفهوم إدارة الحالة أنواعها وأهميتها تمام إدارة الحالة في عنا عدة أنواع من الحالات في عنا حالات بتيجي يعني فينا نخططها مسبقا يعني نحنا منتوقع الحالة أنه رح تصير بنخططها مسبقا مثل وقت إجت جائحة كورونا على بلدنا يعني كان نحنا عنا علم أنه في جائحة كورونا وعم تنتشر عبر البلاد فأخذنا نحنا الاحتياطات قبل وصول الجائحة اللي عنا وفي عنا كمان كوارث بتيجي مفاجئة مثل للأسف يعني الزلزال المؤسف اللي صار عنا ببلدنا الحبيب سوريا هذا فجائي يعني ممكن نتوقع قبل بوقت بس لا يمكن توقع النتائج أبدا يعني نتائج غير متوقعة بتكون يعني قد ما أخذنا احتياطات بيكون لسه يعني حسب قوة الزلزال وحسب شدته وفي عنا يعني نحنا لازم بالكوارث نخطط قبل بوقت ناخد الإجراءات ناخد الاحتياطات نأسس أنه إذا صار هذا الشي نحنا يكون عنا يعني الإجراءات اللازمة في حال ما كان عنا تخطيط قبل مثل الكارثة يعني أنه الزلزال يعني قد ما توقعتي ما بتقدري يعني ما حدا متوقع أنه يصير هذا الحجم من الدمار بدنا ناخد إجراءات سريعة بنفس اللحظة نحاول فورا نتصرف لما يكون فيه تأخر بالقرارات قرارات حاسمة سريعة تواكب الوضع الحالي مثلا أول ما صار الزلزال فورا طلعنا على مكان الزلزال بس الواحد يمكن ما بيكون بواعيه أكتر أنه ياخد قرار سليم بهذا الوقت؟ هلأ فيه ناس مدربة واختصاصية بهذا المجال يعني مو أي شخص بيقدر ياخد هاي القرارات السريعة فيه مثلا فرق الدفاع المدني الهلال الأحمر الصليب الأحمر كلها تهاي مدربة لحتى الأزمات والطوارئ فورا ناخد الإجراءات نتوجه لمكان الزلزال أول خطوة لازم نقوم فيها هي أنه نساعد الناس المنكوبة نطالعها أول شيء ننطالع الناس من تحت الأنقاض ونسعف الناس يعني اللي بره مثلا إصابات خفيفة يكون عندنا فرق طبية بتعالج بنفس المكان إصعافات أولية وللناس اللي وضعها شوي خطير فورا ننقلن على المشافي خلال نحن عم نرد يعني عم نساعد الناس بأرض الزلزال لازم نكون فيه تجهيز بالمشافي لازم يكون فيه عندنا جاهزية يعني فورا نتواصل مع المشافي يكونوا جاهزين فيه عندنا الوضع كذا رح يجي هذا العدد من الجرحى والمصابين هيك نحن بنقدر نخفف شوي من وطء الأزمة وبنحاول إصعافات سريعة بأرض الواقع طيب أستاذي هنا خلينا نحكي اليوم كمان تلبية هاي الاحتياجات أو مثل ما بيقولوا إدارة الحالة المصغرة اللي بتكون بالمنزل بما أنه هلأ يعني نحن عم نحاول نعمل شوي رسائل توعية سواء للناس اللي لسه ما أصاب الشيء اللي هي قادرة ممكن تعمل تجهيز لنفسها لأنه طبعا أكيد اللي تأثر هلأ هاد اللي حكي ما عاد يفيده بس نحن عم نحكي لقدان للناس اللي لسهاتة موجودة نحن ما بنعرف زرح يصير فيه زلزال بمنطقة أخرى أو لا فلهيك لازم ناخد احتياطاتنا شو ممكن يعمل الشخص ببداية هيك حدث هلأ نحن أول شي بنتمنى أنه يكون هاي آخر يعني الأزمة وما يصير كوارث أو زلازل بعد هاي بس لازم نحن نكون يعني نتوقع الأسوأ لحتى نظل بالأمان لازم الشخص يظل محافظ على توازنه إذا صار لا سمح الله يكون أول شي مجهز حاله مثلا يكون فيه عنده بيل إذا صار شي بالليل ما يقرب على الكهرباء على الأدوات اللي بتساعد على الاشتعال لازم يكون فيه عنده بيل مجهز حاله مجهز مثلا أوراق السبوتية بشنته مجهز يعني كيف الطريقة اللي بده يطلع فيها يأمن ولاده يأمن عيلته ولازم رب الأسرة يحاول قدر الإمكان أنه يظل متوازن لحتى يقدر يساعد عيلته لأنه إذا رب الأسرة الأب والأم إذا نهزوا وخافوا وارتعبوا ومثل ما بقولوها تربطت إديها ما عاد عارفوا شو بداني يتصرفوا الأولاد رح تكون حالة كتير صعبة قدر الإمكان نحاول نحن نكون مستعدين لأي طارق نفسيا ويعني بناحيات أخرى اللي حكينا عننا طيب خلينا نتوسع أكتر ونحكي عن إدارة الحالة النفسية يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة للأسف نفسية كتير تعبانة كل الفئات العمرية ومع كل يمكن هزة ارتدادية الخوف كتير عم بيزيد النفسية كتير عم تتعب فشو كيف ممكن ندير هاي الحالة؟ تمام هلأ الوضع النفسي كتير كتير مأساوي للي تعرضوا للزلزال وللناس اللي صار عندهم هزات خفيفة وللناس اللي عم تشوف هاي الأشياء على شاشات التلفزيون أو على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي يعني النفسية صارت كتير سيئة لازم نحنا نحاول نرفع النفسية شوي لازم يعني نكتر على وسائل الإعلام إنه محاضرات بالتنمية البشرية كيف نحنا نرفع المعنويات كيف لأنه يعني إذا ضلينا عم نبس إنه شيء سلبي أو نركز فقط على الزلزال رح تتعب النفسيات أكتر نحاول نعطي شوية أمل شوية التفاؤل إنه مثلا يعني نعطي أمثلة عن الدول اللي قبلنا اللي صار فيها كوارث مثل اليابان اللي تعرضت للقنبلة النووية اليابان ما نهضط إلا بعد القنبلة النووية دائما الأزمات بتحرض الإنسان على إنه يتحرك على إنه يبلش يبدع يبلش يخترع يبلش يلاقي بديل مثل ما بقولوها الحاجة أم الإختراع لذلك نحنا نحاول شوي نضوي على مواضيع إيجابية حتى نرفع نحنا من نفسية الناس اللي تضررت وإن شاء الله هيك الكل الله يعود عليه ويرحم الشهداء اللي ماتوا وإن شاء الله يعني لتحسن بإذن الله إن شاء الله سازة هنا يعني خلال هذا الوقت في كثير ناس بالأماكن المنكوبة كانت تعمل مثل ما بقولوا مياومين أعمال يومية يعني إضافة إلى الوضع الإنساني والاجتماعي اللي أدت له هاي الفاجعة أيضا هناك وضع اقتصادي يعني حالة شلل اقتصادية ببعض الأماكن كيفية التعامل وإدارة هذا الموضوع لحتى الناس شوي شوي ترجع لأشغالها ولحالة لحتى تقدر ترجع توقف على رجليها من أول وجديد تمام أول شيء نحنا لازم يكون عندنا إدارة حكيمة بإدارة الموارد اللي عم تيجي المساعدات الموارد اللي كان أغزيها أو ألبسها أو أموال لازم يكون فيه عندنا إدارة حكيمة لإدارة هاي الموارد وتوزيعها بشكل متساوي على الناس وبشكل منصف لحتى نحنا نقدر نخفف العباء عن هؤلاء الناس ولازم يكون فيه دعم نفسي لهؤلاء الناس دائما لازم هلأ تنتشر يعني الداعمين النفسيين والاستشاريين النفسيين واستشاريين التنمية البشرية بكل المراكز لحتى تحاول تحسن نفسية هؤلاء الناس يعني نحاول قدر الإمكان نسيطر على الوضع وبالنسبة للأطفال أهم شيء الأطفال يعني نحاول نعوضن نحنا عن قليل من الشيء اللي راح ممكن بألعاب بمثلا فيه شباب متطوعين حتى في طلاب الجامعات كمان تمام شباب متطوعين يعني كتير مبادرات حلوة عم يروحوا على مراكز الإيواء يعملون لنشاطات لهؤلاء الأطفال وألعاب وكذا لحتى هنا يحاولوا يطالعوهن من هذا الجو اللي هنا عايشين فيه يعني النفسية هلأ كتير مهمة لحتى نقدر نحنا نرفع نفسيات هؤلاء الناس تمام بدنا نتشكرك كتير هنا الأزهرية الأخصائية الاجتماعية شكرا إليك وبدنا نتمنى السلامة للجميع آمين يا رب شكرا إليك لوجودك نتمنى العافية